السلام عليكم كيفكم شباب رجعناكم في فيديو جديد وفي فيديو اليوم بدنا نحكي عن هاتف الاوبو اي 9 سنبدأ بالتصميم سيأتي الهاتف مصنوع من البلاستيك ونوعا ما في شبه بينه وبين تصميم الاوبو اي 11 من الخلف سيكون لدينا اربع كاميرات ثلاثة مع بعض ووحدة موجودة مع الفلاش وتحت الكاميرات الثلاثة في لدينا بصمة الهاتف من الأمام سيكون لدينا الشاشة بحواف قليلة ويكون لدينا نتش من نوع قطرة المياه من انتهى الا الشاشة راح تكون من نوع اي بي اس ال سي دي بحجم 6.5 انش بجودة اتش دي بلس وليس فل اتش دي بلس بمعدل بيكسلات 270 بيكسل لكل انش وراح تكون ابعاد الهاتف 20 على 9 وراح تحتل الشاشة من الواجهة الامامية مساحة 89 بي المية اما بالنسبة للكاميرات نفس ما انه راح يكون لدينا اربع كاميرات خلفية الاولى بدقة 48 ميجابيكسل بفتح عيسة 1.8 اما الكاميرا الثانية راح تكون بدقة 8 ميجابيكسل بفتح عيسة 2.3 وهي الزاوية الواسعة الكاميرا الثالثة راح تكون بدقة 2 ميجابيكسل بفتح عيسة 2.4 وهي على 6 ماكرو اما العدسة الرابعة راح تكون بدقة 2 ميجابيكسل بفتح عيسة 2.4 وهي خاصة للعزل اما بالنسبة للكاميرا الامامية راح تكون بدقة 16 ميجابيكسل بفتح عيسة 2.0 ننتقل لا الاداء راح يجي الهاتف بمعالج من شركة Qualcomm وهو سناب دراجون 665 مع معالج جسومي من نوع ادرينو 610 نفس هذا المعالج اللي راح يجي بهاتف الريلمي 5 والريدمي نوت 8 اما بالنسبة للرام والساعات التخزينية راح يجي عنا الهاتف برام اما 6 جيجابايت او 8 جيجابايت والساعة التخزينية راح تكون 128 جيجابايت وعننا امكاني تضاف كرت ذاكرة خارجي حتى ساعة 256 جيجابايت ننتقل لا البطارية اللي راح تيجي بساعة ضخمة جدا راح تكون ساعة البطارية بهاتف اوبو اي 9 2020 5000 ميلي امبير بس للأسف ما راح تدعم الشحن السريع وبنفس الوقت كمان راح يكون عندنا منفذ الشحن من نوع مايكرو يو اس بي وليس تايب سي راح يتوفر الهاتف باللون الاخضر واللون البنفسجي بالنسبة للسعر الهاتف لسه ممعروف بس ولكن بصراحة اذا كان اعلى من 200 دولار ما بتوقع انه يحقق مبيعات لان بصراحة في هواتف عم تنطينا ميزات نوعا ما مشابهة او افضل بشي بسيط او اقل بشي بسيط بهذا السعر ومثال راح يكون عندنا الريدمي نوت 8 والريلمي 5 يلي اصلا هي شركة ريلمي تابعة لشركة اوبو هذا في اليوم بتمنى انه يكون عجبكم عجبكم بتمنى انكم يكونوا استفدتم منه بتمنى من مشترك ان يشترك وفعل زر الجرس يصلوتن به كل فتاعتنا الجديدة بشوفكم بالفيديو القادم وسلام جزوك بشي بالواقع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة